لسنهم يعني زي حالتنا كده بيبتدي يكبر وده الطبيعة خاصة كمان من الحاجات المزعجة جدا فصل الشتة وإحنا هو يعني كل سنة وإنتم طيبين النهاردة آخر يوم في الصيف هنبتدي فصل الخريف يعقبوا فصل الشتة وما قدراكم بقى يعني فصل الشتة بيعمل ايه للناس اللي عندها مشاكل في العظم وفي المفاصل وفي الجسم كله في الهايكا العظمي كله فضيفي الكريم يوجد معيه دلوقتي أنا ما بيكسفنيش كل ما ما اتصل به وقالوا لأ حضرك لازم تشرفنا عشان نعرف هنعمل ايه على ظروف الشتة إن شاء الله بيقولوا السنة دي هيبقى يعني من أصعب الشتوات اللي في الحياة يعني فبيشرفني والحياة وانعرف ان هو بيعطن نفسه دكتور سامي قنديل استشاري أول علاج ألام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة والمشرف العام على مركز قصر الشفاء لعلاج الألام يا دكتور شرفتني وأنستني إزايك أستاذ إزاي حضرتك أهلا وسهلا حاجة طيبة حاجة طيبة أنت يعني متفق معايا أن حضرتك بقيت صاحب برنامج لا الله وطبع حاجة حتتغر بقى لأن الناس بتطلب حضرتك بالإسم أخير الله لا يعني لا احنا تحت عمر الناس والموضوع بس والفكرة أننا فعلا فعلا الأيام بقى خلاص بدأنا هنتكلم إن جو الشتية هيبدأ ومعنى كلمة شتية يعني سقعة برد المشكلة في البرد إنه هو بيعمل انقباض في الأوعاد دموية تشنك في العضلات فيبدأ الواجع يزيد فاللي كان عنده خشونة عملاله واجع شوية يعني هتبدأ تزيد شوية إحنا عايزين نلحق بدري قبل الشتية ما يمسك بقى لنا قوي ودينا تبقىك آه لحضر يعني نفسنا عشان عشان نبقى معالجين خشونة ما حسنين دورة دموية بدأت مفاصلة تتحرك لأن الشتية يعني بطبيعة الناس بتكسل شوية وبتقعد شوية فدي برضو نقطة إحنا عايزين نلحن نوعي الناس مش معنى إن أنا بردان إن أنا ما تحركش لأ حركة البيت مهمة التدفئة مهمة جدا جدا أن الدول الأوروبية مشكلة الأزالية في التدفئة يعني هم عندهم التدفئة دي حاجة مهمة جدا بيدفعوا كل اللي يمتلكوه في سبيل الغاز والحاجات والبترول عشان تدفئة البيوت وكده فإحنا الحمد لله جونا كويس ما عندناش مشكلة خالص إنما في برد شوية البرد ده هيعمل لنا شوية انقباض أوعادة موية وتأثير على الدورة دموية وتشنم عضلات فإحنا من بدري الحمد لله رب عامين فيه نصايح فيه هنستخدم بقى علاج الخشونة في حاجات جديدة الحمد لله رب عامين بتضيف فيه أنواع معينة من الأدوية الشركات الأعلى أنواع معينة من المادة الجيلاتينية والهيرونيك أسد الحمد لله اتفقنا وعملنا معها تعاقدات فالحمد لله كل يوم بندور على اللي يفيد المريض وده شيء مهم والحمد لله بدون لا مشرط ولا جراحة ولا تكلفة قضة العمليات ده بكرة إن الإنسان يتفتح جسمه بمشرط طالما عندما تقول طالما مش محتاج ما تسرعش آه يعني أنا بتكلم من خبرة إن أنا يعني ما زلت في قطة العمليات وشايف العياء بيحصل إيه وشفت كتير آه وقابلت كتير فعارف قوي يعني إيه المريض ياخد تخطير ويعني إيه المريض أثناء قطة العمليات ويعني إيه بعد العملية فلو الحمد لله ده ربنا والعلم مش إحنا مش كسامي أو كمركز بس بس لا إحنا بناخد اللي ربنا بيسهله لنا ودائما العلم هو اللي بيفيدنا كل جديد في سبيل إن إحنا نحمل مريض من قطة العمليات نحمل مريض من تكلفة غير عادية من ما بعد العملية الجراحية فيه تفاصيل غير عادية المريض ما بيكسبش من بعدها للأسف والحمد لله بدام فيه استفادة بدام بنعملها له بإجراء بسيط جدا أنت بتخيل أنك راح أكشف أنا قدامي يا فندمة هو هي دي الرجبة هي الرجبة يعني الأساس في الموضوع في علاج الألم أكتر حاجة بنتعامل معها في علاج الألم هي خشونة رجبتين وخشونة رجبتين معروفة لكل الدنيا الإحساب بتقول إن حوالي 33 من البشرية وهيجي له الخشونة 33% يعني يعني لو إحنا في مليار موجودين دلوقتي في حوالي 350 أو 400 مليون مواضر عنده خشونة فهو مرض أنا ما بعتبرهش مرض أنا ما بعتبره عرض بيحصل وما يزعلش وما يخوفش ولكن إن إحنا نتعامل معها بدري إن إحنا نسمع الكلام إن إحنا ننفذ المطلوب مننا وناخد بالأسباب زي منهم فنلاقي النتيجة كويسة جدا الشتاء بيقول أنا جاي فأنا عايز أستعد له علشان يبقى الشتاء إن شاء الله بدون ألم في نفس الوقت لو إحنا عملنا جالستين النهاردة الأسبوع ده الشهر ده وجالسة الثانية على دخول قبل الشتاء ما يبقى جاد هل يبقى متفرحين وكويسين جدا إن شاء الله ما تفرناش بقى لما الألم يعني يبقى مبلغ فيه وزي ما حيق أنت حاجة دائما بتقول بتقول كل ما بتدينا بدري طبعا كل ما النتيجة كانت أفضل وأسرع والعلاج كان زمن وكمان أقل والكورس أقل أيوة آه يعني إحنا الحمد لله بعمل لما بنقول إن اللي قدروا لأخشونا درجة رابعة بتحتاج من أربعة لستة جلسات هنقول أربعة جلسات وبفضل الله أسر الشفاء متبني هزي عمين خلال حضرتك ومن رمضان الرمضان الرمضان اللي أسر الشفاء يعني كتر ألف خيرهم من سنتين كده وأكتر عملنا حكاية جلسة عليك وجلسة علينا وماشاء الله كنت معمولة شهر الحمد لله حضرتكم وحضرتك يعني بعد ربنا ليك الفضل في إن المسألة جلسة عليك وجلسة علينا ممتدة بقالها سنتين حاجة بتأكد درجة إن شاء الله أو إحنا يعني عايزين نأكد مكملين مكملين لآخر السن جلسة عليك وجلسة على أصر الشفاء هو اللي هيتحملها يعني لو إنت معمول لك أربع جلسات ست جلسات إنت مش هتدفع الأربع جلسات كلهم انت هتدفع في الأربع جلسات جلستين بس في الجميع محافظات مصر لكل محافظات مصر فيها أصر الشفاء إحنا عندنا 22 مركز على مستوى محافظات محافظة 22 محافظة ففيهم نفس البروتوكول نفس الخطوات التعامل المادي واحد المريض بيعمل جلسة التانية مجانا المريض بيعمل جلساته بيلاقي تليفون جيله بعد أربع سبيع بالزبط عندك الجلسة التانية وربنا يعني أن الطبيب اللي موجود أنا أو غيري أو دكتور يسف أو دكتور عحمد كل الأطباء اللي هم الحمد لله كلهم استشارين وكلهم قد المسؤولية ما بيبقاش عارف المريض اللي داخل يحن دي جلساته مجانة دي أمانة أمام الله أنا بعد أعزل حياتك عندي بس سؤال بقى وده هقوله لأنه مش عارف يعني ده مصطلحات حاجة طبية بس مش هتجاوبني عليه غير بعد ما أشوف تقرير لنجم كبير عظيم تعالج يعني كان علاجه على إيد حضرتك بفضل الله وقصر الشفر عايزة أصار حياتك الفرق بين الـ PRP والPRF بعد ما قايم ما نشوف التقرير نرجع نشوف الحاتين دول عبارة عن إيه نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور الحمد لله يا حبيبي مشارفنا النهاردة ربنا يخليك يا دكتور ساني أنا عايز أسمح حضرتك بابتولي لأنه أنت النهاردة وجاي لي بفضل الله ربنا يخليك حضرتك جاي علشان عايز تقول لي السلام وعلي ودي حقيعة يعني أنا النهاردة الجلسة الأخيرة مع حبيبي والهداية اللي ربنا معك هاي دكتور ساني لعلاج الخشونة عندي في الركب النهاردة الجلسة الأخيرة دكتور ساني التحصل فوق 95% الحمد لله الله أكبر وربنا يكرمك ويخليك وده حقك علي أن أنا أقول للناس بجد يعني فعلاً الطريقة اللي أنت بتعالي بيها دكتور ساني من أنجح الطرق اللي أنا جردتها مؤخراً وجابت متيجة وأغنيتني عن أن أنا أفكر أن أنا لأ أعمل عملية كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة أنا يعني كنت سعيد لحاجة واحدة وأنا لحظتها بدون ما حد تتصل بتقول لي أنه أنت ما شاء الله وقفت حوالي ثلاث ساعات أو ممكن أكتر في الحفلة الأخيرة راح راجع مرتفع في القلعة بطبعاً بالضبط ورحت وجيت وتحركت ده لو اللي قدر الله لو الواحد متواجعت كنت هتبدأ معتذر عن شيء كان هيب أبعين عن أنه كنت سعيد جداً الحمد لله ومعتك كتك كويس طلوع السلم كمان الله أكبرت دلوقتي والمزول بقى أسهل كتير من الأول الحمد لله اللي عايزه يكون بقى فعلاً نصيحة للأستاذ هايلي شاجر الرجل المحترق من الفنان الكبير الحالة النفسية أنا دايماً أقول كده الواحد أمان سعيد أنه هو الحمد لله ربنا منع عليه بشيفة بصفت والله يا دكتور سانة فأعبين بكتور سانة أنا بقول للناس اللي شايفانا بجد النقلة كبيرة أوكي الحمد لله الحمد لله يعني الحركة كانت بالنسبالي في وقت من الوقات لما جيت لك انت شفت الحركة بالنسبالي مشكلة القوام والقعاد والطبع السلم والمزول لا فعلاً مشكلة هل فعلاً بأمانة وربنا هجل هذا الكلام هل فعلاً الحقم؟ مرهب طريق الحقم وأن أنا باخد عينا قدامك ونحطها البلازمة حاجات المزيلاتين وحاجات المزيلاتين وحاجات المزيلاتين هل هو حاجة المزيلات كده في المخص؟ خالص خالص ولا ألم سينه ألم وده الشرطي كان معاك من الأول قلتلي وانت وعدتني قلتلي أنا البنجر اللي بتحط الحقيقة يعني يا شكل الحقق أنا قد يكون بخط هو والله الجنائية أيوة لكن الحقيقة والله أنا المغمّة بعيني أنا ما حاسس أبداً ألف ألف شكر لك يا حبيبي على اهتمامك وزوءك والاستقبال الرائع الجميل اللي من حضرتكم من كل اللي في الأيام يعني الكلام مش محتاج تعليق نجد كبير عمرنا بتشوف حتى في أي لقاء تلفزيوني عادي كده يعني قليل الظهور إنه يصر إنه يقول رأيه في علاق حضرتك يعني اللي بفضل الله وفضل علمك ربنا أكرمه الحمد لله دي حاجة إحساسك إيه بقى بأساس هاني الشكل والله الحمد لله يعني أنا دايماً بقول كده سبحانك رب ربنا من عليه بالشفى وهو لو لقدره ما كانش يتحسن ما كانش هيتكلم لعني ده ده طبيعي يعني تاني حاجة أنا بقول كده هو الحمد لله فضل الله زي ما بنقولها كده بالكلام بتاق وش حلو علينا الحمد لله الناس بتصغ فيه وده خلى برضو المستقية عندنا كويسة واللي بتنفس على أرض الوعظة يعني كلمة صغيرة بيقول زيرو ألم أنت بتخيل حضرتك لما المريض يقول لك أنا عايز زيرو ألم طب لو إحنا ما قطلناش زيرو ألم هيقول لك لا يبقى بيطل لك كله غلط بقى وانت مش عارفين الحمد لله من أول ما بي نعمله الحق إنه ما بيحسش بحاجة بتنطبع جواه الانطباع إن الحمد لله الأمور صح إحنا ماشيين مش بس كلام فده كلمة صغنونة الليها بإصداقية جميلة جدا طب وسبحان الله إحنا بردو الحمد لله ربعين أنا أنا يعني متابع معاه ومعاه الواتس أب وكده فضل الله عليه الحمد لله حركته بقت أحسن بيعمل فيديوهات كتير بيسافر الأسبوع الجاي أو شهر أكتوبر في أمريكا كل فترة الحمد لله بيعمل حفلات فسبحان الله ربنا بيقى ريد الخير بيقى موجود بدون أي يعني بس الأستاذ هاني شاكر نجوم كتير من إخواتنا أو أساد زيتنا الكبار والحقيقة كمان إخواتنا المرضى العاديين الناس العادية بنشوفهم في تقارير حقيقة قد ما هم صدقين هم متصدقين لأنهم برضو مش مجبرين يقولوا حاجة مش حصلة ما فيش واحد حيبقى ما حصلوش نتجة ويطلع يقولك لأنا الحمد لله ربنا كريم كله بيعرض يعمل ده بطيب خاطر عشان يساعد غيره طيب الحالك هتاني بقى للسؤال اللي هو كان قبل التقارير بتاع أستاذ هاني شاكر إيه الفرق من الPRP والPRF إيه دول أساساً؟ الPRP اللي هي بلازما ريتشت بريتليتس اختصار لكلمة البلازما الغنية بالصفاح الدموية الغنية بالصفاح الدموية اللي هي فيها ملايين الصفاح الدموية والصفاح الدموية التي تحمل عوامل النمو جواها فده اللي احنا بنستخدمها وبنعمل لها بنفس الطريقة وبنعمل لها فصل البلازما من خلال أنبوبة خاصة والأنبوبة دي بتتطور كل يوم عن التاني ليها مواصفات وكل يوم بنقعد نشوف الدنيا بتتطور ازاي لدرجة وصلة الاطلاق الداخلي لأنبوبة نفسه له تأثير عشان ما يخليش الصفاح تلتسخ حاجات علمية قوي تلتسخ في دار الأنبوبة فيقلل العدد احنا عايزين عدد بالملايين أنا بس عايز الناس تشوف الحقنة وهي داخلة الرجل ما بتتهزش عشان فكرة التأذير وقلم دي أكيد الرجل مش حاسس لأن الإبرة هي وده معنينة مفيش الرجل عملت كده مثلا أو شد رجله أو عمل خمس ثواني يعني الموضوع بسيط جدا وحاجة إجراء سهل انت بخير حدك شكس غنونة بحقنة تحمينها بفضل الله سبحانه وتعالى من عملية الموضوع ده بتأثيرات أنا بشوف كل يوم أنا كنت دايما أقول من 20-30 سنة أن المفصل الصناعي ممكن يشؤ العظم ويكسرها شفتها بعناية لا إله إلا الله والرجبة العظمة بعد ما تشقت نصين مربوطة بسلك علشان هيعمل إيه؟ ولا ينفع يسيب المفصل ولا ينفع يسيب العظمة فبدت ملفوفة بسلك عارفة أنت فكرة أنت حاجة أنت يربطوها بسلك علشان العظمة تشقت فالحمد الله أربع عمين بشكل صنونة بحق فإحنا في ال-PRP إحنا بنحضر بلاسما غنية بالصفاح الدموية اللي كل يوم فيه تطور فيها علشان نقض ملايين ومليارات الأعداد من الصفاح الدموية اللي فيها عوامل النمو وبعد كده نحينا بنفس الطريقة بالأسلوب البسيط السهل داخل أنا بحقل سائل دلوقتي زيتي تقيل ولا حاسس الراجل أهو العوامل النمو هتبدأ تنتشر داخل الرجبة وتبدأ تنشط خلال غدفوف عشان نبدأ نعيد بناء السطح المفصلي اللي هو الناعم بتاع الرجبة اللي بدأ كان بيتآكل عشان نبدأ أن نحصل على نتائج كويسة ويبدأ المرض يقولك أنا بدأت أحس بالرحة بيتعارف أنام الوجع المشرة طول الليل لأنها فيها ضد الالتهاب وفيها كمان أكسام مضادة كتير جداً لأنها من جسماني فأنا باخد فرصة ونتيجة كويسة جداً سريعة طيب البلازمة السائلة الزلالية دي هتنتشر جوه الرجبة وتأثيرها هيروح في خلال 15-20 يوم ماكسيماً ممكن تقعد 30 يوم طيب أنا عارف أن أنا هتديله جرعة جاية بس أنا عايز أطول وأزود البناء بالتكنولوجي مش أنا برضو اللي بعمله ده تكنولوجي جديد إن إحنا خلناها هيتضف عليها حاجة اسمها الفايبرين هيخليها بلازمة غنية بالصفاحة الدموية اللي تتحول إلى شبه جيلتين هتبقى جيلتينية هي دي الـ بلازمة ريتشت بريدلس بالإضافة لها الفايبرين فهبدأ اختصار بقى بدا ما نقول بي آر بي إف هنقول بي آر بي بي آر بي إف على طول علشان تتحول إلى جيلتين مادة جيلتينية تعيش أكتر في الرجبة فتدي عوام النمو أكتر تقعد زي السورس كده ما كانت الفلوس عمالة تطلع سورس بالشهور بالإضافة أن أنا هجا أعمل جلسة تانية فده هيوفر علي كمان بدل مهم ستة جلسات ممكن أخليهم تلاتة هيديني مدى أطول وكمان بدل ما أقول المريض بعد شهر ونص أعملك الجلس ستانية مربعة ستانية أخليها ممكن أخليها لشهورين في تفاصيل كتير جدا 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 هتفيد المريض فالبي آر بيف أحدث دي درجة أعلى أعلى وأحدث أو العلم حدث البي آر حولها من سال إلى جلسة أه اتحول يعني الأفضل هي نفس البلازمة بتاعتنا لها من حين أولا تدخل الرجبة تتحول إلى جلسة تماما فتعيش أكتر تدي عوام النمو أكتر تقعد تدي سورس كتيرة جدا بالإضافة بقى أن أنا هساعد ده كمان إن أنا أحط مادة جلاتينية أيواء دي بقى اللي هي عالية الكسافة وجلاتين كده الرجبة آه كده الرجبة يعني بقى عندنا مفصل حقيقي يعيش معانا فترة طويلة جدا ويحس المريض بالراحة فيه الحمد لله وتقعد دي فترات زمنية طبعا أعلى بكتير من البي آر بي المادة الجلاتينية دي كمان حصل فيها تطور عالي جدا تحولت بعدما كانت سائل وبوتري وبتتحين كل أسبوعين ثلاثة وكل شهر النهاردة بنتكلم في الشركة والحمد لله إحنا وصلنا باتفاق مع الشركة ألمانية كبيرة جدا وهي أحدث حاجة بأعلى تركيز لمادة جلاتينية بعدما كانت سائل الزلالي بقت جلاتين تقعد سنة ونص وسنتين والمريض يبدأ يحس بالراحة من ساعة ما يحين في فرق كبير جدا أنا أقول له أزبر معايا أسبوع أزوية لا دا من ساعة ما يحينها تحاول تعمل زي مخادمة بيني يمكن إحنا لو شرحنا على الرجبة طب هستأزحك نقولي الشرح ده بس بعد ما نشوف التقرير لأن أنا بحب جدا جدا النتائج والنتائج من خلال أصحابها فدي بتفرحني وبتطمن كمان كل الناس أي حد بيعاني من الألام إن شاء الله إن شاء الله مجبور وإنت إن شاء الله مع دكتور سامي ومع أصر شيفا نرى التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور رجلة ديت كانت بتموتني موت كده حقنت عنده من 2021 مزيل فل إحنا في 24 أهو زي الفل ماشية وبتحرك وروح تحجيت وعملت مناسج الحج والحج مشقة وربنا أواني ومشيت وأنا سني 70 سنة والحمد لله رب العالمين وأنا من قطر ما أنا مبسوطة ومرتاحة قلت الكل قريبي والله والله أنا بس رجلية لمن دول كده لأنه قال لي مصلعيش سلم وأنا في رابع دور طالعة نزلة فده أصر علشاء لسه يا دوبك رجلية بتوجعني اللي من دول فقلت روح ألحق نفسي أي حد تعبان بظهره برجله يجي من غير ما يترد في البيت بتحرك وبطبخ وبقف وبعزم بنتي وولدها وبروح عند ابني وعلى فكرة بروح في المواصلات بروح عند بنتي وبقف وطبخ واتحرك يعني أنا مفيش حاجة كانت واجعاني ولا مقلماني إلا بس الفترة دي طبعا وأنا كنت حزني على ابني وبقت يعني أتحرك كتير وكده والسلم فده اللي تعبني وبعدين أهم حاجة يعني الدكتور سامي بيعمل اللي عليه وبيدي الحقنة بتاعته وهو بيقول لنا على حاجات وتعليمات دا كمالة القرص اللي هو بيعمله مفروض نمشي صح قال كمداتي بقى كمداتي الدول فلاني يبقى الدول فلاني أنا المرة الأولانية حقنت ثلاث مرات وأنا من أول حقنة نزلت عنده روحت من مدينة ناصر للسيدة زينة في المواصلة من أول حقنة والله وتاني حقنة برضو كده وتالت كده أنا المرة دي أنا ما بحسش والله ولا الشكة حس بيها يعني إبرة العضل ممكن الواحد يحس بيها عن إيدة التفال أنا عايشة على فكرة الواحدة أحيانا ما روح عند بنتي بعض شوية وأولاد ابني بقوا قاعدة الواحدة يقوم الحمام بيه الليل وبعدين المسافة بنقطي الحمام مسافة كبيرة بمشيها بشيل من السوق حاجات وأطلع رابع دور وانزل رابع دور مع إن الدكتور أقل لي لا ممنوع بس أنا بطلع وانزل واللهم صلى على سيدنا محمد ما فيش حاجة واجعاني وبقى في المطبخ بالساعات وبخسل وباطبخ وكل حاجة بعمل ما فيش حاجة بألماني والله بس الفترة دي أنا بس إيه أنا لسه بد أن نحس بحاجة فأقلت أن حقنا بس ولكن أنا يعتبر أربع سنين من 2021 إلى 24 أقسم بالله زي الكل أنا في الأول خالص كانت رجلي ما أقدرش أتنيها ما أقدرش أفردها كانت رجلي زي ما يكون محشوب فيها مصمار أفردت فرقع الألمات فرقع كانت مألماني قوي قوي ده الكلام ده بسنة 2021 أنا هو باحقين في 24 ما جانيش المصمار اللي كانت يتحطي ده وما جانيش فرقعه يعني الحمد لله حافظ لي عليها الفترة اللي فاتت دي كلها ما فيش أعظم من الصدق اللي في كلام أختي الجميلة ربنا يا رب يتمش فيها ويسعدها وفرحتها بإنها بتخدم نفسها في السن ده ومش بتخدم نفسها بس دي بتتحرك وبتروح لولادها وبتركب ووصلته وبتقف في المطبخ الحمد لله ايه الجمال ده وكمان انها تشجع او مش تشجع لما قريبها يشوفوا هي بعد المعاناة اللي كان بتعنيها انها ما شاء الله وصلت المستوى ده فقريبها واخوتها ومش عارفها جرانها والحاج جافوا لانا والحاج جعلانا يجوا هما كمان علشان يستفيدوا بدلا ما يعيشوا بألم طول حياته الحمد لله حاني اجراه سهل وبسيط البلاسما الغنية بالصفاء الدموية مع المادة الجيلاتينية على الات الكسافة واحنا بنقول مادة جيلاتينية كنا بنقول المادة الزيتية او المناول ملينة الاول النهاردة لازم نقول الكلمة دي لان الشتركة موفرة لنا اعلى تركيز ومادة جيلاتينية احنا كلنا احنا عايزين انا عايز في الايوة بقى ده في المنطقة دي دي اولا ما نفيش هنا العظام فيش حد بيحن في العضب احنا بنحن لو دي الرجبة بقى اللي بين العضبتين في المنطقة دي اول ما الرجبة المريد قاعد بيعمل كده ففيز بيس كواس جدا من احنا هنا علشان نتكون ده هو ده الغضروف اللي بدأ يتأكل والمادة الجيلاتينية تعمل زي شاسيه ومخدة كده ما بين الرجبتين العضبتين فتمتص الصدمات فمتحل ما يحسش بوجعه عشان كده اول ما بنحن المادة الجيلاتينية بيحس بالرحة في لحظتها وده شيء مهم جدا والبلازمة هتبدأ تقوم بوظيفتها تبدأ تعمل عوامل نمو تبدأ تبني الرغضروف السطح المفصلي يبدأ يعيد بناء نفسه السائر الزلالي الاساسي يبدأ يتكون تاني فالربا تبدأ تستريح احنا بنتابعه كل شهر ونص بيجينا من 4-6 اسابيع نشوف التطور حصل ازاي واحنا بناكد بلو البروتوكول العلاج بتاعهم من 4 جلسات الحمد لله 4 عامين المريض بيتكعل في جالسة والتانية مجانة الجالسة والتالة مجانة والرابع مجانة على مستوى الجمهورية فالامور اصبحت الحمد لله 4 عامين سهلة النتائج اللي بتحكم والمرضى بيبقى عادين في العيادة بيتكلموا ع بعضيهم انت عالف دكتور اللي ربنا يبارك فيك وان قلبك رحيم واصر شفة في كل المحافظات نفس السيستم فكرة لما بيقولك مش انت يعني هل ده ما بيخسركوش ان انت جالسة عليك وجالسة علينا قلتلي في ظل الظروف اللي حصلة اذا انا ما وقفتش جاب بالناس المريضة طب انا هبقى قدام ربنا ايه يعني انا يعني مش عايز اكسب بس عايز الناس تستفيد والحمد لله وانت ممكن تكسب كتير ومش ربنا مش مبارك فيه يعني اكسب بسيط وربنا يبارك فيه بقى دي الدنيا ودعوات الناس بقليك دي ودعوة بالدنيا دي كلها وده حقيقة يعني اصلي محدش وبعدين في الاخر في الاخر هي الفكرة هي فكرة ان احنا نقدر نوصل براحة للمريض اللي هيعيل دي لك دعوة لما المريض اقول ربنا يبارك لك وربنا يديك الصحة دي بالدنيا لان احنا دي انا بقى حقن اخواتي البنات وحقن كل قريبه وحقن اقرب الناس ليه فالحمد لله رب العالمين الاجراء سهل وبسيط ما بيكلفش المريض حاجة لمدية حاجة مزعجة ولا نفسيا كمان ولا ان فيه اجراء ولا وجوع يقعد له 10-15 يوم قاعد ما بيتحركش ونشيل ونحط الاخر احنا دلوقتي دي عيادة من عيادات اصر الشفاء المسؤول عنها دكتور سامي ربنا يدي له الصحة والعافية واصر الشفاء اي عيادة فاي محافظة هي زي اختها بالضبط نفس البروتوكول نفس الاجهزة نفس الكفاءات فربنا يا رب يبارك للجميع طيب دلوقتي برضو يا دكتور هل الحقن ده مناسب بس للركب ولا لمثلا المشاكل اللي بتبقى في العمود الفقري من عند الرقبة مفاصل الكتف مثلا لان احنا كل تركزنا على الرجبة لا والحمد لله عمين علاج الالم بيختص بكل ما هو مزمن وعلاج مؤلم او مزمن في الجسم كله ولكن عشان خشونة الركبة اكبر عدد وورية عالي جدا عند الناس لان قبل او لحظة بتوصل الى 35% من اي مجتمع بشري بيعانوا من الخشونة لان احنا عطول استخدمنا الرجلين اكتر علاج الالم الحمد لله عمين بيقدر يعالج كويس اوي مشاكل العمود الفقري في المنطقة العنقية والانزلقات الغروفية في الرقبة وخشونة ما بين الفقرات العنقية ومشاكل الضيفرة العصبية وبتعمل قلم في كتف انها بنحن بلازمة بيدي التاب بيروح الحمد لله عمين والخشونة بين الفقرات بتبدأ تتحسن جدا والانزلقات الغروفية يبدأ يكش ويرجع مكانه لان الرقبة مشايلة تقيل مع بعض التعليمات جلسة او جلستين المريض يتحسن جدا والرقبة من حاجات يتحسن بسرعة جدا كذلك الانزلقات الغروفية في المنطقة القطنية دي مهمة جدا ان احنا بنحمل مريض من عملية ممكن تتسبب في مشاكل كتير ودايما نقول ان الاسف المريض ممكن نعمل عملية عشان ظهر بيوجعه فما يتحسنش فيبدأ يروح لدكتور تاني يقول له لا ده كان مفروض يعملك تثبيت فيعمله تثبيت فيبدأ ما يتحسنش اكتر لان وجود الحديد وده مش انا لا انا مش ضد الجراحة ولا ضد الجراحين الجراحين اسزتنا واحسب مننا الف مرة ولكن لما مريض يحتاجها ولطبيا دي معلومة علمية مش انا اللقيلها من خمسة ستة في المية من المرضى هما اللي بيحتاجوا الجراح بس والبقائيين بنقدر عليكم بعلاج الألم ربنا يبارك لحضرتك ومشكورا جدا اللي وجودك معنا ولو سمحت تعالى تاني ان شاء الله ان شاء الله يعني الناس بتبقى عايزة تسمع وتطمر من حضرتك بإذن الله للأسف الفقرة خلصت والحلقة كمان خلصت استنيني دايما على قناة تن وبنت البلد سلام عليكم نخبة من خيرة الرجال يبذلون الروح والدم متى تطلب الامر